إذن المدعي العام في إيران يعلن حل كشت أو ما يسمى شرطة الأخلاق أن تتخذ الحكومة الإيرانية مثل هكذا قرار هل هو انتصار للأحتجاجات أم رضوخ للضغوطات الأوروبية الغربية أم تكتيك جديد لوقف الأحتجاجات كما يراه بعض المحللين تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الأفاضل الواقع أنا أعتقد بأن أساسا السلطة الغضائية ليس لديها دستوريا هذا الحق أو غانونيا هذا الحق بحل شرطة الآداب إلا بسياقات مختلفة تختلف ويلم تراعى على الأقل الآن ولذلك أنا أعتقد بأن قضية حل شرطة الآداب ليست من الغضايا التي الآن محسومة وليس هناك أي إعلان رسمي بحل هذه الشرطة قد تكون هناك بعض الإجراءات اتخذت لكن لم تصل إلى مرحلة نهائية وبالتالي هناك حتى بعض الأخبار وبعض الغنوات الرسمية لم تؤيت هذا الخبر لكن بجميع الأحوال أنا أعتقد بأن هذا الأمر يجب غراءته على أنه عملية تملص من المسؤولية في داخل النظام الإيراني وهناك عملية الغرار سواء في الغرارات الداخلية أو حتى الغرارات الخارجية مثلا بالملف النووي دخل في دائرة مشاع لا يريد أي طرف من الأطراف أن يتحمل المسؤولية وبالتالي كل الغضايا تعود إلى المرشد الإيراني بينما المرشد الإيراني نفسه من طبيعته لا يتحمل أي مسؤولية ولا يريد أو بالأحرى يريد أن يلغي هذه المسؤولية على أحد الأطراف سواء الحكومة أو البرلمان أو الغضاء أو غيرها من أجهزة الدولة ترجمة نانسي قنقر